جددت سلطنة عمان دعوة المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهد والعمل على إعلاء وإرساء سبل الحوار الجاد والفعال لوقف انتهاكات حقوق الإنسان مهما كانت دوافعها ومسبباتها وأكد سعارة سفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة في جنيف في كلمة السلطنة أمام الدورة الحادية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان على ضرورة إيجاد حلول نزيهة وفورية ودائمة لكل القضايا العالقة والشائكة بالطرق السلمية وعلى أهمية معالجة جذور وأسباب العنف والعنف المضاد وإنهاء حالة الاحتلال والاستيطان وفقا للقرارات الأممية ذات الصلة وأشر سعارة السفير إلى أن سلطنة عمان تؤكد على ضرورة تحقيق الاستقرار والرخاء لكل الأمم والشعوب على قدم العدالة والمسواة وضمان التغلب على التحديات الراهنة لجعل العالم أكثر أمنا وأمانا لتنعم فيه الإنسانية جمعا بالكرامة والحرية والعيش المستقر ترجمة نانسي قنقر